ينضم إلينا من عدن مرسلنا محمد الحذيفي من تعز عفوانا صباح الخير محمد كيف يبدو الوضع في تعز وماذا عن القصف الذي تتعرض له المدينة من قبل ميليشيا الحوثي الوضع في هذه الأثناء أثناء النهار هادئا نسبيا عدى اشتباكات متقطعة في منطقة الكدحة جنوب غرب مدينة تعز الكدحة الواقعة ما بين مديرية المعافر وما بين مديرية التعز ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح الانتلابية تحاول التقدم في هذه المنطقة باتجاه مناطق سيطرة القوات الشرعية تنجحت في التسلل إلى سوق الكدحة لكن سرعان ما باغتتها قوات الشرعية والسعادة سوق الكدحة والقرى والتباب المحيطة في هذه المنطقة وكسرت الهجوم كبتتها العشرات من القائل ما بين قتيل وجريح في المدينة طوال الليل وحتى صباح اليوم قصف عنيف تشنه الميليشيات الانقلابية على الأحياء الشرقية ثعبات الدمغة العسكري محيط القصر الجمهوري وكذلك محيط معسكر التشريفات سعيا منها للتقدم أو استعادة بعضا من المواقع التي خسرتها في المخى تتكبد هزائم يوما تلو أخرى خلال الساعة الماضية نجحت قوات الشرعية من تمشيط كامل مع المحطة الكهربائية التي تقع في حي الحالي نجحت في تمشيط المدينة السكنية والحي الحالي ومحطة الكهرباء البخارية بشكل كامل وبدأت التقدم نحو مدينة المخى وذلك لتأمين مدينة الخوخة وذلك لتأمين كامل لمدينة المخى ماذا عن المخى يعني كيف تبدو الآن بعد تمشيط كامل المدينة محمد الآن بدأت المخى أصبحت كاملة تحت سيطرة قوات الشرعية بدأ الأمن يعود إليها قوات القيش بدأت تدرب العشرات من عناصر أفراد الأمن من أبناء المخى ونشرهم في محيط المنشآت الحيوية مثل الميناء المحطة الكهربائية خزانة النفط الشوارع الأحياء السكنية هذه الفرق الأمنية تقوم بتأمين المدينة قوات القيش بعد أن نجحت في نزع 8% من الألغام التي زرعتها في الأحياء والحواري بدأت قوات الشرعية تطلب من السكان العودة إلى منازلهم في الأحياء التي تم تأمينها بشكل كامل قوات الشرعية تهدف إلى التقدم باتجاه مدينة الخوخة وضع سياق أمني يحيط بمدينة المخى وإعتباره منطلقا لعمليات عسكرية تتجه باتجاهين اتجاه محافظة الحديدة واتجاه الشرقي نحو محافظة تعز حيث معسكر مفرق مخالد بن الوليد في مفرق المخى وكذلك الوزرية موزع مقبنة محمد الحذيفي مراسلنا من تعز شكرا لك كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من هناك ترجمة نانسي قنقر